السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم فاطمة الجوي ومكملين معكم في سلسلة المخبوزات اليوم جابت لكم وصفة ولا أسهل ومقرمشة ولا أروع بمكون واحد فقط وافل الجبنة أكيد المكون اللي معنا جبنة أي جبنة معكم شدة بعيد سواء مزرلة قشقوان أو شدر كل اللي عليكم تسووا إنكم تبشروها أو إنكم تشتروها مبشورة جاهزة بالفرشة السيليكون راح ندهن مكينة الوافل بأي نوع دهن انتوا تفضلوا أنا هنا دهنتها بزيت الزيتون كمية الجبنة اللي راح تحطوها على مكينة الوافل تعتمد اعتماد كلي على حجم مكينة الوافل اللي عندكم أنا المكينة عندي جدا صغيرة تقريبا عندنا الوافل حيتجهز من أربعة لخمسة دقائق إذا حسيتوا إنكم تحتاجوا تضيفوا مزرلة زيادة أو تشيز زيادة ما عندكم أي مشكلة بس عشان أنبهكم من الغلط أن نستخدم الشوكة مع مكينة الوافل المفروض نستخدم أي شيء فيه له سيليكون في النهاية ملقط فيه سيليكون أو أي حاجة تانية لأنه الشوكة تاخدوش مكينة الوافل أنا لأسف ما عندي فأنيهاو حنرفع التشيز وافل بعد ما يتحمر هو عادة أن يتحمر من جهة وحدة وفيه ناس يحبون مقرمش الوصفة جدا رح تذكركم بالرئيس كيك أنا اخترت أني أحط فوقها بيض ممكن أيضا أنكم تفرزنوها وتسخنوها لإستخدام لاحق إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا لايك وشاري وسبسكرايب جميع المعلومات رح تلاقوه تحت في صدوق الوصف شكرا للمشاهدة